سبحان الله. طيب. الجذي عايز ايه? الجذي عايز يحس بامان اكتر في العلاقة. حاسني هو مش حاسس بامان. مش حاسس براحة. مش مرتاح فيه حاجة مقلقان. نفسه يرتاح فيه حاجة مسابباله وارهاق شديد. عايز يرتاح عايز ياخد برايك. شايف شريكه ازاي? شايفه فيه حد تاني بحاجة. بيفكر في حد تاني. او ممكن يكون شايفه بيحتفل بحاجة. انه هو شخص فرفوش مثلا بيحب يتحك يحب يهزر. بس يعني تساثل الكروض حالة التعب اللي فيها الجدي دي انا محسسيني ان هو شايف شريكه انه بيفكر في حد تاني او في حد في حياة تاني. بس ممكن يكون شايفه بيحتفل شخص بيحب اللي حتفال بيحب يتحك يحب برد. طاقة ايجابية يعني. الطاقة ما بينكم غنية. الطاقة غنية جدا. ال 9 of pentacles. دي طاقة فيها عطاء كتير جدا ومليانة حاجات ديها مشاعر. وحبه وتأدير واحترام. حاجات كتير. ريتش 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 ريتش. حاجة حلو ايج. او. شريكك. شريكك دي كابر. يعني هو في حاجة بيعملها وعمل يكابر. عايز يبين انه هو كويس قوي وتمام وهو مش تمام يعني هو مش كويس. هو يعني زي ما تقوله هو عارف انه غلطان بس يكابر. اه عايز يشتغل على نفسه. هو عايز يشتغل على نفسه. عايز يصلح. عايز. بس هو تقيبا محتاج اه زقة. عايز زقة. شايفك ازاي؟ شايفك واخد جنب يا جادي. اه منزاوي منسحب. يعني عملت عملية انسحاب. قلت خلاص ده ايه ايه انا انا شتعد نفسي اكتر في الموضوع ده زي ما تقول ايه فقدت الامل. وحاببت تفكر لوحدك وايه وتشتغل لوحدك. دلوقتي في مرحلة قرارات عملة تتحط. انا هعمل انا هسوي انا قررت انا عايز انا عايزة. في شوية المرحلة اللي بعدها هيبقى في زي دفع عن النفس. اه ابتكر ده شريكك يا جادي لسه عمالي كابر. اه لا مش زنبي لا مش انا في حالة دفع عن النفس. شكلك هتصدقوا يا جادي. في ولادة مشاعر جديدة. والناس المتزولين ممكن يكون مولود جديد حتى كمان. في حاجة حلوة جزا جاية قريب يا جادي. العلاقة الطاقة زي مؤثركم الطاقة غنية بينكم. الطاقة حلوة. اه شريكك عارف ان هو محتاج يشتغل على نفسه. ودي حاجة كويسة جدا منه. اللي اعترفت الحق فضيلة يعني. هو عارف جوانب محتاج يشتغل عليها. اه حلوة الانسحاب اللي انت فيها دي انا مقدره لانه وضح ان انت مرهق فعلا جدا يا جادي ومحتاج لروحه. فانت قررت الانسحاب. مش الانفصال. في فرق شاسع بين اثنان. قررت الانسحاب. اللي هو مش هحارب. مش هحاول اه اثبت وجهة نظري. مش هحاول افهمه. مش هحاول اقربه مني. اه منسح. واخد جنبه وقاعد. بس ما فيش انفصال. الناس اللي ساقلوا فيه انفصال. لا ما فيش انفصال. بالعكس ان شاء الله النهاية حلوة جدا. ولابرة بالنهاية. القرية برضو حلوة. اه. للمجموعة التانية لحدة العطفية. اه الكرت ده زي ما قلت لكم مش عايزة حد يخاف. انا ما كنتش بقوله في اول المفتدات اللايبز. ما كنتش برده اقوله علشان ما حدش يقلق. بس اكتشفت انه ما فيش حاجة بتستخبع يعني. ده الكرت ده بتاع العلاقة السلسية. يعني فيه طرف بيحصل منه خيانة. اللي شكة او اللي شاكك في الموضوع ده دلوقتي. يعني ممكن تسمعوا للكرت ده او تاخدوا المعنى ده من الكرت. الناس اللي الامور عندها مفيش عندها الموضوع ده مش خيالهم اصلا ومش موجود مش مطروح يعني. ارجوكوا تجاهلوا تماما ده بيبقى معناه حاجة تانية معناه احتفال. بس. عايزة اعمل لها الجملة دي عايزة لها بتانية. علشان فيه ناس بلاقيهم. اه طب انت حاسي انت شكة فيه? لا. بيعمل حاجة? لا. طب انت ليه? وانت جادة? طب ما قوليه معناه تاني. ممكن يكون بتحديث لك حاجة. الحالة الشك بس هي اللي تخليكوا تبصوا للكرت ده. ان تخليكوا تنور لكم نور اه ممكن احتمال. لو قريدي متين حاجات. لو قريدي كيس عمدوكم احساس حتى. كمين قصلي? اه بص على كومس بس شوية العقرب حظه جميل. زر امر الكلام ده صحيح. اه محمد انا مش فكر اهل عقرب فعلا انه بقى حظه حلو جدا. انا بشوف كده هانا. فعلا تمامي علا. اه اتفركت انا مكنتش انا بشوف الاسم بس بشكرك جدا على التعليق الحلو ده. اه محتاج امتي بدا عنه. اه الامهات يا جماعة والله العظيم الامهات. طيب. بشكرك يا شيمو جدا. بشكرك يا حبيبتي اجل. طيب يعني رسالة هوجهها للحماوات لو في حماوات بيتفرجوا معنا. يعني مش عارف اقول لكم ايه? ام. بلاش 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 تسعوا في حاجة تأذي ولا تكوفر. يعني بلاش حاولوا تتقربوا بينهم. ايه والله الدنيا ما نقصة يعني هو الواحد اصلا اعباء الجواز والعلاقة نفسها اصلا مسقلاهم. فما يعني مرات ابنك يعني تبديها بنتك. وامرات اه وجوز بنتك زي ابنك. حاولوا تخلوا العلاقة كده. ام. يعني مش محتاج افكركم يا جماعة احنا مش عايشين على طول. خلي الزكرة حلوة. يعني خلي دايما الزكرة حلوة. الله يرحمها. الله يرحمه. كان راجل حقاني. كان ست حقانية. كان ست جدعة. كان دايما واقفة معي. الكلام الحلو ده. خفوا شوي على ازواج ولادكم. وحاولوا تدعموهم على قد ما ربنا يقدر. لو في حماوات سمعين. طيب. اه. دلوقتي احنا نبتدي المجموعة الثالثة. برج الجدي. اه. جدي مع جدي ايه? العناد ينهر عناد. يا جماعة الصفة دي صعبة جدا. صفة العناد دي فضيعة. هخش حيلا يا منها. مرسي يا صفاء. طيب. الجوزاء حاضر يا لوشي. هقولو حبيب. ومرسي على الشير يا روح قلبي. تسلامين. الشير المنورة فوقي. مرسي يا مخلصش لسه. يعني ما تحسش بتريح بقى كده اه انا عملت حلوة قوي كده وتريح. لأ. اللمسة الاساسة اللمسة حطه ده عايز شغل. واقيت بقى على كده هو مش حاجة ان يكون بيزنس على فكرة. ممكن يكون مشروع خساسية. ممكن يكون مشروع اه انك تتعلم حاجة جديدة. اه انك تدخل علاقة جديدة. انك اي حاجة مش شرطي يكون اه بيزنس. مش شرطي يكون اه 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 يعني اقتصادي. فهو انت حطيت اساس لحاجة. قررت مثلا انت حتقرب من ربنا. عايز تلتزم في الصلاة. عايز تصوم اثنين وخميس. مثلا. حطيت اساس. حطيت قرار. حطيت حاجة. سريس عايز اشغل. فايه؟ كمل. في احتفال. انا شايفة احتفال. ده احتفال ممكن تكون انت شايفة ان انت محتاج اجازة. محتاج بريك فحتروح تكافئ نفسك بقى في اجازة كده بريك فحتروح يرجون. اه اه او ممكن يكون خطوبة للناس اللي نستنين خطوبة. انه خلاص على وشك يتموا خطوبتهم. بازن ده خطوبة هتموا حاجة حلوة قوي بازن الله. طيب الاه. الموت. وبرضو مش هكسكلود بكلمة زي دي. وخلاص هبتدي بقى اقول بالمفتوح يعني. الموت ده موت كل اي حاجة. يعني مش اقول لكم بلاش تخافوا? ولا. موت ممكن يكون موت شخص. ممكن يكون موت احساس. ممكن يكون موت لحاجة. فيه موت لشيء. بس التكره انه بيحل محله حاجة تاني. اا ان شاء الله تكون حاجة كويسة والحاجة اللي تموت دي تكون حاجة مش كويسة ان شاء الله. بس فيه عملية تحول هتحصل فيه. عارفين اااا خبر جامد او مش خابر جامد بس اللي هو تحول عارفين دنيا لما تلف في كده لفة كده هتاخد لفة كده لفة سريعة في هنا حالة هروب الجاذي هيكون في حالة هروب افتكر ده من تأثير التحول ده مش عايز يواجه حد حابب يبعد شوية وحابب يكون معناش طيب هجف كابس مشاعر جديدة الناس اللي مش مرتبطة في مشاعر جديدة شخص جديد خالص اوكي اللي مش مرتبطين نفس الكاتده ظهر في المجموعة الاولى انتو لو مرتبطين فبردو مشاعر جديدة بتحسوها تجاه بعض كلام كويس جدا بردو في توازن اما في حالتك العطفية او في حالتك المزاجية في حال التوازن وانت فعلا يا جاذي متزم في عصبية شوية عصبي شوية انما برضو عصبيتك منطقية مش بتعصب بتهور يعني فانت في حالة توازن كويس طاقة ايجابية انا بحيث انه تامفرنس لها حاجة يعني طاقة حلوة جدا المنظر من حوليك الطاقة من حوليك كويسة مش حاسس بحاجة وحشة يعني طيب في دكرة الخسارة في خسارة المي ستقع الخسارة دي ما عرفش يمكن يكون الشخص الجديد ده لان انا ما بنليش بعد كده نوايا ايه وبنلي ده كمان اه حزن قلم في حاجة مش كويسة طيب مش عايزة اخوفكم بس قللي سنجل دلوقتي وفي حد داخل عليه جديد وبيطل بيرطبط دي مش هقولك طبعا لا طبعا شوف جرب بس عايزة كو تكونوا حذرين جدا وما تدوش مشاعر عشان بس شوية الحاجات دي عشان الخسارة دي عشان ما تحسش انت خسرت لو موضوع مك منش انت تفضل حالة الافتزان بتاعتك الاكتزان بتاعة ما يبسش Chli قلبك في ايدك وقلبك في ايدك اه 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 وسهلا اه 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 وتشوفوا بعد وتعرفوا كل حاجة بس قلبيكوا في اديكوا عشان انا خايفة من الك wouldn't tell you كويس بالنسبة بقى الموضوع التحول او الحاجة اللي بتتغير جامد في حياتكوا دي ان شاء الله حيكون الـ impact بتاعها او تأثرها عليك حلي فيه طاقة جديدة حديلك طاقة انتصار. طاقة قوة. قوة اللي هو الهانا مفيش حالة بتكسرني. يعني الدنيا كده تتشقل بتتغير زي ما هي عايزة. انا ما بتغيرش. انا ما بتكسرش. ده استيف. ده ايس 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 ده انا شخص ما بتكسرش. ويسعلى كده بقى كل اللي احنا سمعناه ده. الخسارة دي لا ما بتكسرش. بتتعوض ان شاء الله. في زعل شوية زعل من الشخص من الحديد ده عادي ولا يرميني على فكرة انا ما بتكسرش. يعني خليك من اخر كده جامل. خليك جامل. او خليكي جاملة. دي الطاقة اللي انت فيها دلوقت. الحمد لله جاية في وقتها. لو الحاجات دي فعلا صح فها جاية في وقتها. طيب حلقص القرية بسرعة. في هنا اساس لحاجة انت حدثتها يا جادي. كمني. لسمها اذا شغل. احتفال. الناس اللي في حالة مستنيين خطوبة. ان شاء الله الخطوبة دي بيتم على خير. او الناس المتبطين فيمكن يكون اجازة او احتفال بشيء. في عملية تحول هتحصل. موت لشيء ويحل محله شيء تاني. هروب. افتكر هيحصل بعد المرحلة دي من التحول ده هتبقى محتاج تهرب. مش عايز تواجه. كيه شخص جديد هيحاول يقرب منك. للناس الناس اللي مرتبطين فهم برضو حاسين بمشاعر جديدة نحو شركهم. انت في حالة توازن عطفي وزهني ومزاجي وحاجة حلوة جدا يا جادي. انجوي. بس هنا زي ما قلنا فيه طاقة جديدة انت داخل عليها. طاقة انتصار وطاقة قوة قوة غير طبعية. وهنا برضو الكارت ده كرر برضو في المجموعة الاولى في حالة اه مصابرة انت شغال على حاجة عايز تكملها وده تيز اللي تركز عني دلوقتي. يعني سيبك بقى لو المصارحة هتقع ان شاء الله تيجيب حاجة دفعة يعني وتروح لحالها. خليك انت زي ما انت كده الفارس شايفين ركض حصانه ازاي? متحصن وجاهز للقتال معندوش مشاكل خالص. اه زي ما قلنا الشخص الجديد لو فيه حد جديد فعلا هيتقرب منك يا جديد خد حزرك. دي قراءة المجموعة الثالثة. دي برج الجديد. اه من انا مش متابعة الاخبار فيعني قوليلي ايه اخبار القراءة معك الشهر ده. ده له موجود يا حياة في الصفحة. الجوزاء قريب جدا يا لايس حاضر. اه الثور متقال يا كنزة موجود في الصفحة متجد. هكفيني شو دي برج الجديد. حبيبي المصباح خليفة انت مش عامل منشن انت كاتب الاسم بس انا مش شايفة منشن. كده مش هتيجي بعت لها مسنش طيب. كده لما يقولوا لغاية دي دي صح. مسيا سامة. تشكرك حاجة فيه. لا 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 بس يا انا نيرمو. هو مش واجع. لا بالعكس انا عام اقول لي بقوة وطاقة وحاجات حلوة جدا. اه. في حمالية التحول بقول لي في حاجة عتتغير. الحاجة عتتغير. اه. وزي ما قلت في خطوبة للناس اللي لسه يعني مدخنين على خطوبة وفي احتفال وحاجات حلوة. يعني مستحيل تبقى القراءة كلها حلوة يعني. لازم حيبقى اه. في شوية حاجات كده مش ظريفة. محدش يخاف. يا جماعة. اه يعني اعتبروا ان الموضوع اللعبة. محدش ياخد الموضوع بجزء. اوكي. لا يا صفية. محدش خاف. خبته من ايه بس انا مش فاهم انت خبته من ايه. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. احنا يعني نتوقع باية من الخير. وان شاء الله ربنا يبعد الخير. ما تلقوش من حاجة. طب يعني بعد كده ما اقولش الكروت الوحشة ما اقولهاش اسكت. يعني ده اللي انتو عايزين يعملوا اسكت. اه تفضلوا. كل الناس خافة ايه. بشكرك يا محمد. طب خلص مش هقولوكو الحاجات الوحشة تاني. اه بشكرك يا عبدالقدر جدا. تيجي نتجوز. لأ طبعا هنا لعبدالقدر تعالى. لك. اه هسا تقطيع القلب وصر الحال دليل. مش عارف اقولك يا منات. طبعا يعني مش ناخد حضارنا طيب. مش ناخد حضارنا احسن. طيب. معنا هنشوفها بعد اللايب يروح. طب خلية نشوف المجموعة الثالثة. واكتبوا لي بقى. عايزيني يقول الكروت الوحشة ولا لأ? مش عايزة حد يخاف وحد يزعل. بليز. يعني نعمل فوتين كده ولي موجودين راشد واحمد قلولي كده شايفين ايه لو عايزيني ما اقولش الكروت الوحشة مش حاول يعني اغمرتين حببتين لا يا اميرة طبعا مش حولها يموت ده يا ابنتي يموت للشيء يعني ممكن نفقد حد ممكن يعني احساس جوانا يموت الموت ده ليه اشكال كتير جدا بس هيحل محله شئتين مش موتكو انتو طبعا جاريتني ما قلت طيب تعالوا تعالوا نشوف الحالة العطفية طيب الجرد عايز ايه? الجرد متقلم يا جماعة ولا انا حسانا من طاقة الكروت ان شريك الجدي يعني من الشخص ما عندوش عاطفي مش شخص عاطفي اوكي? شخص جدي شخص عملي هو كده ما عندوش دلع ما عندوش الحاجات دي فالموضا ده مؤثر على الجدي شوية نفسه في نهاية الم متقلم من الموضا ده ونفسه القلم لا ينتهي نفسه في طاقة جديدة يعني تقريبا الموضا ده خلص طاقته مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عايز اتدين اكتر عايز اقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه شكله مستني فلوس او مكافأة اقول مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تكيره كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعت شيرك تعمل بس هو شايفك ازاي بقى شايفك عشرة طويلة او يحد قواب منه جدا ويعرفه من زمان وما بيشوفش منك دا كل خير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي الطاقة جاملة واضح ان الشريف شخص يعني مش مارن مش شخص عاطفي مش رومانس عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي فيه شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات ذهنية انه مش حل بس فيه حاجة هتحصل يعني الكارت دا للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز دا اتمام زواج الناس متجوزين دا حمس اوكي الدولة دا ويعني عندهم مولاد وخلاص مش هجيبه لتاني فلا تير طباط قوي انتو حبك ويمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجذب يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعملها لكن حبك غير مشروط يعني مش لازم يعملني كذا عشان احبه مين قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك بيحبك فده حب غير مشروط حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجذب او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هذا البورس دا او الكائن حلية صغيرة دي دا شخص قريب منك وبينصحك نصائح هدامة هدامة واحنا عاكين طبعا ان شاء النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي اه وبيعملك كده ليه او بيعملك كده ليه وليمش بيعملك كزا هي ازاي ما بتعملكش كزا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده فانتبهوا للشخص اللي جنبكو دا اللي عامل ايه